ولي تصدق مية يا أخواني لو أقول ميتكم الآن يا مسلمين ترى عندي تيجارة أعطوني من مية ريال وبعد شهر برده لكم من الفريال كل بوكم أعطيتوني ذا الحي كل بوكم اللي ما عنده بروح يستلف ليه؟ لأنه ضامن للفريال المكسب يدون الفائدة والمكسب الآن نقول لكم حنا أنا ضامن لكم ورب العزة والجلال وعدكم بالزيادة وعدكم بالخلف وعدكم بالخير وعدكم بالبركة وعدكم وأنها ما تنقص من مالكم حتى لو هي في العدد تنقص شوف أنت في حسابك كان الفين وتبرعت بذل الثمية النقص صار 1700 ترىها مغي أن نقصت كرقم لكن كقيمة معنوية وقيمة أجر وقيمة علو منذلة سوف ترجع لك أضعاف مضاعفة بإذن الله تعالى ولا لا يشيخ أحمد أقول للعمل عمل مبارك فضل الله واسع دائما تعمل مع الله سبحانه وتعالى بالكرم فالله كرمه واسع وعطاءه واسع ولذلك من أسماء الله الواسع نعم سبحانه ورحمته واسعة وزعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلمه نوح لما جاء يدعو ما دعا لنفسه ولا لمعه في السفينة ونجو ولا لوالديه ولا لأقاربه ولا لجيرانه فقط بل شملت دعوة كل المؤمنين والمؤمنات الحمد لله قال دعا لمن دخل بيته ولمن وللمؤمنين والمؤمنات فأنا أقول دائما وسع وسع النية إذا أعطيت وسع النية أدخل أدخل من تشاء وأدخل من تحب فالله فضله واسع سبحانه وتعالى إذا دعوت ادعو الوالديك ادعو المسلمين ادعو المؤمنين والمؤمنات أيضا وهناك ما لك يقول لك ولا كمداد نعم مثل صدقت بعمل أشرك فيه اللي حولك لا تكون حتى بخير بالنية وسع الدائرة شوي كما لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا للصحابة قال اللهم دعا للأنصار قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار فقط لا وأبناء أبناء الأنصار نأخذ مكالمة شيخ سمح لي مشاري العتيبي تفضل يا مشاري عليكم السلام رحمة الله عندي تبرع علي طفل لكي أنت اللي كلمت أول ولا واحد ثاني لا أول شيء سأخير على الوالدة تفضل يا مشاري تفضل تبرع به بسم من أم عائض أم عائض الله الله كم يا مشاري خمسمية ريال خمسمية ريال من عنده معائض أسأل الله أن يكتب أجرها ويتجاوز عنها ويرفع درجاتها ويحقق جميع أمانيها شكرا يا مشاري سلم علىك وتسلم علىك وتسلم علىك أبو علي خصير بلغها السلام وحب خشمها يا مشاري من عندنا نياب تنعنه حب خشمها وتستاهل أبو شيني على خشم وتسلم علىك وتسلم علىك سلمت سلمت يا حبيبي شكرا يا مشاري وشكرا يا معائض والله يكتب أجركم يجزاكم عنا كل خير أسأل الله العظيم رب العشر كريم في هذا الساعة يا كل من أنفق إن الله يخلف عليه وإن الله يعوضها أضعافا مضاعفا وإن الله يجزل له العطاة في الدنيا والآخرها أسأل الله العظيم من أنفق إن الله يحقق أمانيه وإن الله يقر رعينا بصلاح أولاده وإن الله يملأ أجسادكم عافية وصحة وخير ويوفقنا وإياكم الطاعة ورضاه يا أخواني ترى كيف تعرف الواحد أنه موفق من الله كيف نعرف أنه مبارك موفق ولا أبو مشبب ولا أبو صالح كيف نعرف أن واحد موفق إذا شفته يسارع للخيرات ويسارع للبدل والعلم الغانم قدر إن الله يحبه وإنهم موفق يا أخواني لأن اللي ينفق ولي يتصدق نهايته وشني يا شيخ أعمد صحيح الله خير وبركة نعم أم محمد طيب سجل يا أبو علي أم محمد كم برعات أم خلف أقصد مئتين ريال أسأل الله أنه يجزات خير يا مخلف ويكتب أجرت ويتجاوز عنه وعنت يا أخواني ما أعظم يا أخوي صدق الشاعر اللي قال الطيب تلقاه في رجال ولا في مره ما أعظم النساء يا أخواني أغلب المتبرعين من النساء لأنهم أليون قلوب وألينا في إداه ويرحمون الأمهات يا أخواني يرحمون أسأل الله أنه يعلي درجاتهم أسأل الله أنه يجزاء أمهاتنا كل خير وأخواتنا وبناتنا تفضل أي يا أخت حنان يا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله عن عبدالله الحربي يوم بكم خمسين أسأل الله يكتب أجرت وعد بره أهدي نقاطي خمسمائة نقطة لعبدالله الحربي الله يكتب أجرت أما صدقه وصلت وأما النقاط في شاركو في الهاشتاغ وأبشري أبشري يا أحنان أبشري الله يكتب أجرك عبدالله الحربي تقدم عبدالله الحربي اللي هو عمدة البرنامج أصلا البارح ظن يحطوا عمدة وعبدالله نعم عبدالله وجميع أخويا كلهم بيضان وجيه الله يكتب أجرت يا حنان شكرا 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 لتواصلكم أسأل الله أني يضاعف إنه لكم الأجر ما عليش قاطعناك الشيخ أحمد أبدا يتكلم عن فضل الله واسع سبحانه وتعالى ورحمته واسعة فإذا أردت تعمل عمل وسع الدائرة شوي لا تقول والله ما يقدر ولا مثلا لا يكفي لا وسع الدائرة في عطائك في بذلك في نيتك حتى في دعائك وذكرت مثال قبل ما تتصل يتصل بالأخ مشاري ذكرت مثال الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا للصحابة دعا لأبنائهم ثم وسع الدائرة قال أبناء أبناء الأنصار الله فوسع الدائرة وسع الدائرة ما لك يعني تتعامل مع كريم فأنا بهذه المناسبة ثلاثمائة ريال للوقف الخيري جزاك الله خيري الشيخ أحمد يتبرع بثلاثمائة ريال الله يسلم أتى الله أني أكتب أجرك أنا بقول مئة ريال من الحضور معنا مئة ريال عن مجلس النشاء كلها ثلاثمائة ريال يا أبو علي والديهم ومئة ريال للفريق العمل اللي خب الشاشات ومئة ريال لبشاهدين مشاهدات الله يكتب أجرك أنا لك الله يوسع الدائرة الله يوسع عليك يا شيخ أحمد أتالى الله العظيم أني أملأ جسدك صحة وعافية وإني شافيك من ما فيك وأبشك أنك على خير إن شاء الله والمؤمن مبتلى وبجرة إن شاء الله أجر وعافية ما شفنا من الله للخير يا سلام يا شيخ أحمد يا سلام أنت قدوا لنا في العلوب الله يمن في حياتك أبو سعود نبقى من قصة ولكن أعذرني لجاء مكالمة تشين القصة وش أسوي كلمات بس أنا خابرك أنا خابرك أهم ما عندك المتابعين ما أتك تزعله أجل خلوا القصة بعدي لا لا عطرية هاي بطعون هذا الحين هم بتشين القصة لا لا خلاص حتى المتابع يعني للدرجة هي طويلة القصة لا مهيب طويلة لكن متصلة الأحداث ما أنا أخذ ولا اتصال وحنا بنتكلم أشخصية عظيمة لا تعطونا ولا اتصال لأن نسمع ذا القصة وإن كانها انتهت ما عجبتنا كل يحبها مع السلام تحبون العلوم الطيبة تجيبها هذا سلمك الله لما تكلمت عن الملك فهد رحمة الله عليه الله يعفوه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من سكان الفردوس الأعلى ووالدين آمين ذلك الملك الأريب المهيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة طرت عليه قصة حصلت على الملك فهد والملك فهد رحمة الله عليه هو اللي تحدث بها ونقلت عنه ملك فهد يقول قناصنا سنة من السنين وهو في ظاهر كان في وزير الداخلية أنا ذاك يقول قناصنا يم الشمال يم حزم الجلاميد يقول وجانا ثلاثة أيام مطر مستمر وديم ومطر يقول يوم جاء يوم من الأيام يقول حنا فيما قناصنا يقول ولا أمطار تصب يقول نبين عشيون ابني خيامنا يقول ما قدرنا من الأمطار ولا الضلينة وهلاش يقول قلت الواحد من أخويا نرجب أرجب على الضلع ذاك كودك تلقى أنه عرب يقول راح واحد من أخويانا وخذ الدربيل وارقب ولو الله نهجاينا معود قال يطويل العمر أمشرب العرب أنا أشوف لي بيوت شعرا عانها في آخر الحزم اللي هناك قال ويركب الملك فهد رحمة الله عليه ويستة من أخويه الخوية البازين قال خلكم عند الحاملة الحاملة صوالين ومواتر ولواري عليها زهابهم وعليها شغلهم رتب على جيبه ويستة من أخويه وتوجهوا ينبيت الشعر اللي تهوالهم عليها الرجال اللي يرقب على الظلع يقولوا قمنا تتبع العزاز والظلعان وروس الحزوم عشان ما يهلش الموتر يقولوا عندك وعندك يقول يا مقبرنا على بيت الشعر دونه مثل المسيلة يقولوا الموتر يهلش فالمسيلة دي يقولوا نحول من الموتر نمشي على رجلينة يقول يا مقبرنا على بيت الشعر قال الملك فهد رحمة الله عليه شوفوا يا أخويانا حنا ما ندري وش ظروف الناس وحنا في مطر وغرق لا تقولون الامير ولا تقولون يطويل العمر شفاء دبها قولوا لي يما فهد ولا يبو فيصل ولا يسيق الفنجار على واحد منكم ياخذه لا يقول عده لفلان ولا عده لفلان حنا ما ندري ما ندري العربية بيدري ونطارف الحكومة يتكلفون وحنا ما ندري يكلف على حد حنا ما ندري اللظوا والدفاع والممسا يقول قلطنا على بيت الشعر هذا المتحدث الان الملك فهد رحمة الله عليه الله يعبو عني يقول قلطنا يقول لذاك المطلق اللي شروا من عندي ينطلع يلا حيهم يلا حيهم الرجال الثقيل الرجال الرزين يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفنا يقول قلطنا يقول لضوها تفاعر يقول لدلالة على جال الضو يقول لما قاما يجمل مقام رجال يشارعوا من عندي يقول قلطنا وقهوانا الرجال يقول حنا المغرب غايب تنعين الشمس صلى والظاهر الجمع وقام يقهوينهم يقول هالرجال مغير يهلي ويرحب يقوله على دلالة يدق ويحمس ويقهوينه يقول الله لا قام ولا راح يقول لك هنا المقام طيب ودفينا يقول هنا دلت مهيلة وهنا بريد شاهي وهنا بريد حديب في زنجبيل يقول دفينا وعيننا خير يقول جانا اثنين من ربع يقول طوي علينا سلام عليكم السلام يا الله حيا الضيوف قاموا يرحبون بنا وقاموا يعلموننا بعلوم المطر وعلوم السيد واللي جاهم من شمال واللي جاهم من جنوب يقول يوم انه جاءوا قبل اخير يقول له والله يوم قام من عندنا يقول هو يدخل في الرفة رفة البيت المحرب يقول له يا اخذي شوي يقول له يا ابنان هذا واحد من الريجاسين من الرياجي للي جاهم من ربع يفلان يفلان قال سيم قال تعال يقول دخل يوم خذنا شوي يقول لهم جاء بيذيك الصينية على هذا الكلمة من كبن على الصيني يقول هو يقلطه ما يدري ولا يعرفهم يحاسبهم عربا غرسة وقلطوا عليه خطار يقول قلطه الذبيحة يقول رزنا بيض وذبيحة مطبوخة قال قوم وقوم ويضيوف الله يحييكم الله يحييكم على كرمتكم مرحبا ومسهلا يقولوا بصوت جهوري وصوت رجاء يقول قلطنا يقولوا تعشينا يقول مطبوخة في حديب ومرك يقول الله النحلة ما طق راسي يقوله الملك فهد وأحلى ما ذقت من يوم جاء ظهرت على الدنيا يقول كلينة في المطاعم العالمية وكلينة في الفنادق وكلينة في جميع دول العالم وكلينة من أفضل الأطعمة ما ذقت أحلى من طعام مع الزبنة اللي تعشينا عنده ذاك اللي يا سالة الله الله يقوله ان تعشى يقوله انعين خير يقوله انقوم ونشكر يقوله نجس كل تحنى بنسري قال لا ما في مسرة وين تسرون مطر وبرد ومترك مغرب إلا ما مسوه دا والله يحجيكم يقوله اننا ماتر هنا يقوله قام الرجال وجاب الرجال الحافين ومخده لحف النظيفة مخاد النظيفة مقام طيب يقوله مسينا قريرين العين معينينا خير يقول يوم النهجة قدام الفجر يقوله والله النجره يلعلع سوى قهوته على وضعه اللي البارح يقوله بكل تؤدة وبكل طمأنينة يقول سوى قهوته وقال قوموا يضيفان الصلاة يقول قمنا وتوضيانا وصليانا يقولهم ساق علينا على فنجال ثم دخل يقول له جايبنا ذا الرغفان رغفان أهل الشمال الخبز الرهاف الكبار يقول له جايبنا الرغفان وجايبنا الزبد وجايبنا الخاثر الخاثر اللي هو الزبادي لكن مون في البقالات خاثر غنمهم يقول حطنا الفطورة الزين يقول وافطرنا يقول عيننا خير يقول وانا حط لي عشرين الف يقوله الملك فهد عشرين الف هذا ترى في أوائل التسعينات الهجرية ميتين الف في وقت الملك فيصل لما كان الملك فهد وزير الداخلية أنا ذاك عمل يولا عشرين الف الله الله يقول وارفع الفراش اللي أنا رقت عليه يقول وانا حطها في كيسها عشرين الف يقول والفزها تحت الفراش أكرم كالله يمعزبنا قال حياكم الله يقول وانا نروح يا موترنا يقول يوم خذينا ننهوة يقول الرجال تثبت سي يخلافنا يضيوف 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 والملك فهدي يوزف رحمة الله عليه رحمة واسعة ووالدين ووالديكم والملك فهدي يوزف ويلتفت قال لأخوياه الخمسة روحوا لموتركم وبقى معه واحد من أخوياه قال رجال عنده علم بيعلم نابه روحوا يا اخويانا دهو جاي قال يا ضيوف انا انتو منسيتو لكم حاجة قال الملك فهد وش الحاجة قال كيسم فيه ريال سعودي يقولها انت يا المعزب ضحك الملك فهد قال يا الحبيب هذه هديت مننا لك ما نسيناها وانا فهد بن عبدالعزيز الاسعود وزير الداخلية وبيض الله وجهك على مقامك وعلى كرمك اللي مهم استغربين عليك لكن انت عرفتنا الآن عرفنا من انت يقول لو الله يوم استحى لو الله يوم انه احمر وجه قال يا طويل العمر والله انها من لذات الدنيا يا فهد بن عبدالعزيز انك لذت علي انتو اخويات وضفتوني وهذه والله انها من لذات الدنيا لكن يا طويل العمر انا متروك ابن حزام الكويكبي ارويلي يستاهل كانه ميت جعله للجنة ووالدين ووالديكم وانسان حي للغناه والتوفيق ورحم الله الملك فهد قال الملك فهد يا كويكبي يرويلي هذه عشرين الف شرهتك من عندي ايام عزبك ولك مثلها كل سنة تجيبها لك الامارة المنطقة الحدود الشمالية تجيبها لك لمحلك وتراها تمشي لك ما دامك حي هالعشرين الف تمشي لك سنويا يقول وانا والله اني بستغرب يقولها الملك فهد يقول استغربت من هذا الرجل في كرمه وفي تؤدته وفي طمأنينته يقول حتى ما تحرك من مكانه وهذا اندل على شي يقول يدل على كرم هذا الرجل ومعتادل على هذا العلم وعلى المعزبه اينا عملي داخل البيت يعرفون وش اللي في خاطره الضيفانه هذي علومنا وسلامتكم وسلامت من يسمى سلامت الله اني يكتب اجرك ويعفو عن الملك فهد والله نعم ونعم الشارب ابو فيصل والله نعم الشارب الملك فهد من اطول ملوك المملكة في الحكم من بعد الملك عبدالعزيز يعني استمر حكمه لأكثر من 23 سنة نعم كانت كلها تأسيس وانشاء لهذه النهضة اللي نشوفها الآن بلا شك الله يجعله في جنات النعيم عامي وكان له دور مفعال كان وزير المعارف وقام بنهضة المعارف ثم كان وزير الداخلية ثم قام بنهضة وزارة الداخلية ثم ارتقى في المناصب حتى استلم الملك الله انه يجعله في جنات النعيم وهو اول من اطلق عليه وطلب بتغيير اسمه خادم الحرمين الشريفي نعم هو من اسس من اول واكبر التوسعات اللي سواها الحرمين الشريفين توسعة الملك فهد وهو ايضا من انشأ مجمع الملك فهد للمصحف الشريف وهو ايضا من انشأ الكثير من الاعمال ومراكز الملك فهد الاسلامية في امريكا واروبا وشاهدت له في استراليا في كل مكان شوفونا ذكرناه وذكرنا اثره اسأل الله ان يعفو عنك يا ابو فيصل يعفو عنك يا اولا تأمرنا وحكامنا وعلمائنا ومن اللي حق علينا وانا يجعلنا وانتهم من اللي يكتبوهم وصحائبهم ما يجملهم عند الله تعالى ويرضيه ثم يجملهم بين الناس ويذكرهم به بالخير بعد رحيلهم من هذه الدنيا شكرا يا ابو سعود على هذه القصة الجميلة العافو الله يطول عمرك ببارد فيك جملت بمشبب اسلام يا ربيك اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم واشتطر من لي البارح نزلت المقطع حقك حقل الزواج وماشاء الله عندي في حسابي في التوكتوك أخاب المشاهدات أظني ذلذين ومسوطة الناس منه وانشروه وضحاكنا عليك يا امتمازح انت ابو صالح انت تقول كل بهم مقاري الله يجب في حياتك يا ابو شبب ومشبب الأمس عطيتنا عطيتنا نبذة عن حياة الأولين زواجاتهم وحياتهم أنا بغطر منك حاجة أنت ابو صالح وصالح الحمد برضه طبعا نتذكر أن فيه تبرع من أم سعود عن طريق صالح الحمد خمسمائة ريال أسأل الله أن يكتب أجر أبو الشيخ صالح ويجزها خير أم سعود ويجزها الأجر والمذوبة ويرفع دراجاتها في علية من القادر سبحانه شكرا يا شيخ صالح بشروب الخير فالسؤال هذا لك أنت ولا صالح الحمد والبو صالح أعتقد أنكم أكبر الموجودين سنًا ولا كلهم بالقدر عالين بالقدر وكبار سنًا وقدر ونعم الله يقدركم أبغر من أسمع وقدرا والله نوم نعم لكن كله حتى أنتم أخذين حكم وعا الله يقدركم وعا السؤال هو كالآتي أمس أعطيتونا صورة جميلة عن زواجات الماضي ومهورهم وبعض يومياتهم أنا بغاك تعطيني صورة عن طفولتكم طفولتك يماكم ورعان وش كنتوا تلعبون كان عندكم أتاري ولا بلاستيشن ولا سياكل ولا كورة وين كنتوا تقضون أيامكم أكيدكم مريتوا بالطفولة من يوم لين أكبرتوا طفولتكم هذه وش أمضيتوا هذه والله طالت حياتكم من يسمع قال من ناصيته ومن قابلته ومن هو وين وصلت الدينة اللي أنت وصلتها في ذا انتهوا الشباء رحمة الله عليهم اللي عرفنا واللي ما عرفنا من جميع أنحاء المسلمين فلنا على كل شيء قدير ووالدينا ووالديكم أجمعين في لعبنا طال عمر كم ساعة مني نتراقص في الوادي أشهر لعبة عندكم أشهر لعبة عندنا يطوي العمر لسح وشاري نسمي إيش هو اللي سح أنا طراني يعرف في السباق تشرح للمتابعين والله طال عمر انت ناصى في وادي أما لقاننا محل ضيف ولا لقاننا محل متوسط وفيه ضاب نحدف من فوسنا فاقها ستة ينجسمون يلزمون الثاني وستة يشرون فيهم يلمسونهم ويهجون اللي هي مثل المطارد مثل المطارد هذا الحين نهي نعم نظهر منها اللي الفعول في ساقه واللي في ركبته واللي يطوي العمر في سيعانه واللي في ركبه ولا تفكر النبه رجل منه بيضيق والله لو تنكسر رجله وانت مازح وناخد وقتنا ثم نعود يطوي العمر نسى مني لا نلعب عرضه لاني يجي الصبح لا من نشق عمود الصبح كل الراح والضاء وعلقنا بشيبان لا يفتقدون فينا ما حضرنا في المسيئة يعني أشهر لعبة كانت عندكم اللسح وشغلها؟ اللسح والعرضة العرضة الجنوبية؟ نعم والثامر الثامر اللي هو برضو يعتبر زي القلطة الآن نعم زي القلطة الآن وأظن زمان عندكم عندنا كان يلعبون صف ريقينه صف نسى هذا طلع عمرك في وقت المناسبات في وقت المناسبات إذا جاي يطوي العمر نسى مني وحضر شيبان شعار أو كذلك يجي صف منك وصف منه ويلعبوا يا سلام الله الله والشعار عنهم في النص طيب إش تقول يا أبو مشبب لبعض أولادنا وبناتنا الله يصلوا حب اللي الأكل يجيه من هنقرستيشن 24 ساعة كل ما يطلب يجيه والجوال في يده والبلاستيشن عنده والكيرم عنده والألعاب الأكترونية عنده ومدري وش بعد مو الكوار عنده والنوادي عنده ولا منهم كلمة قالوا حنا طفشاني طفش زهقاني وش تقول ذولا والله أنا أقول إن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى يصلح قلوبهم نعم ويردهم الطريقة بالجوف زيت غصن الزيتون مذاق لا يضاها وفوائد صحية لا تعد ولا تحصى اختر زيت غصن الزيتون البكر الممتاز اختر الأفضل لك ولعائلتك شركة حذاقة للمحامة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية أو أحوال شخصية ومتخصصون في قضايا التحكيم للتواصل والاستفسار جايب لكم اليوم خلطات سلفر كريست جودة هلمانية تسنعك في المطبخ بقوة 4500 واط تخيل معي إنك راح تشتري الخلاط وتحصل على مبشرة الخضار المميزة مجانا خلاط سلفر كريست الخلاط المثالي لجميع الاستخدامات المنزلية ترى العرض محدود يا تلحق يا ما تلحق إذا تبي تشتري وتلحق العرض صور هالبر كود ولا تنسى كود الخصم كاي اي 229 ريال بس مطالعت في لا شيء عاين في الرجل هذا وش تشوف في هانت أسمعه ما طالعت فيها لو أنت وراك أمر يعني ما عند كل ذوب واحد عندي ذوب كم قعدت بالذوب والتوب هذا طال عمر كتخيطه الوالدة رحمة الله كم قعدت بالسنة والله أني ما أدري كم قعدت به لكن والحديام ما بشي إن لقانا يطعي العمر قلدنا بعيد ولا قلد ولا قلد ولا قرمبي ما يشري هلا هالفلوس الله الله لكن حنا خذنا ورقعنا ما حطوه خرزه بشي ولا حطنا في رجلانا ولا من نمشينا شوي الشوك في رجلانا ناس رح معا النور ولا نجيل لا في اللي طبعا أبو مشبب أنا أبغى أبغى الجيل ترى فيه بجيل ما يصدق الكلام ذا أبغاهم يستوعبون الفرق بين حياتكم بين حياتهم والجل يحسون بالنعم اللي هم فيها طبعا كنت ملك ثوب واحد أملك ثوب واحد ملابس داخلية ما فيه والغطرة من التوب ملابس ما فيه ما فيه داخلية هذا الشي ما به لون الغطرة من التوب من نفس التوب كيف حان من نفس القماش بيضاء بيضاء من نفس القماش يقطعون من طرف البز هم حطوا ديك هذا والقشعة طائرة مليانتن من العلوم الغانم من أول يعرفون القمل القمل الله الله وفي كل شعب والفراش ما به شي والباس ما به شي ولا فيه غرفة نوم ولا به غرفة نوم وين تقين ولا به سفنجة ولا به مركة الله الله وعانا لا منا يطويل العمر مني قال نهار صراحنا مثل السباعة مرة نلقى فطور ما حليب ولا كسرت قرس ولا ومرت نبدأ عانا نتحر ربنا نحتلب لنا عنز اللقاء في الظهور ولقانا فيها شوي حليب الله وحنف الخلق ولا ناقة نتعطف نحتلبها إذا كان البلك عيب الرجال يروح حلل الناس صحيح الله الله ولا يمدي داع على شي والله لو نموت موت لا يمكن لا يمكن يمد الرجال الماء الماء في تلاقات ولا كيف المشرب الماء طال عمر كانت سع مني في روس جبال وفي صدوع انت بولوا القروض فيها ولا ولا والطيور وفيها وراق شجار وفيها ذرانيح ما يعرفون الذرانيح بليات وطحلب الله الله والطحلب والخير هم ناخذ الرقعة القشرة ثم نحطها نبسطها يطوي العمر فقد الماء ثم ناشرب صفائح يعني صفائح وما نحط تسيبها وانحالب يطوي العمر لا من اللقاننا شوي من في لاجة مطر وفي صفا ولا في شي حلبنا عليه حلب عن سمن أشرب نمسط هام جيناك عند حلالنا ولا يمر علىنا شايب انو يلقانا جلوسا معا ولا ورانا علم بس وشو عندنا نلعب غالا انتهرج والحلال بعيد وهما هم من جماعتنا عزرها العزيز اننا انتعينا هلنا وش بيسوهم فينا لا يكونوا مرة علمهم خليه يطردنا ويضربنا ويهاوشنا ولا يعطينا كلامنا قوة من الرصاح طيب يا بوم شبب الطفولة هذه اللي قلتها اللي انا يمكنه وكثير يشوفون انها طفولة قاسية هل تذكرها الآن تحنلها ولا تقول اللي يتمنى يرجع لها ولا تقول انها قاسية فعلا ولا تقول انها صنعت الرجال والله يطول العمر طالت حياتكم منوحي احنا نشوفنا هذا النعمة اللي احنا فيها احمد الله واشكره واسأل الله انتسى مني انه يديه بحكمة عيال عبدالعزيز فانه على كل شيء قدير وعلى طاعة الله ان شاء الله انهم ان شاء الله من هالطاعة ومن مقود طيب الحمد لله فما انتمنى الرجعه وراء الرجعه ما انتمنى انتمنى قدال الحمد لله الله الله واما انشوفنا هذا الجيل اللي يرقد الله يصلحهم فيهم الخير وفيهم البركة ولكن متى يقوم الرجال نحن نقوم العصر نحن بغاية طويل عمر لذن المذن لهو سابقنا على المسيد ولا من تازناه لهو يقوم يا طمر مثل الديب انا جي عندش كلم من الناس خلنا الحمد لله والشكر لله من فضل الله عيالي موفقين ان شاء الله وبناتي والله انهم يتسابقون يعين وشير طنيبة وانهم قايمين بالوصول لكن احنا نجي عند بعض الناس ينادي ولده مرتين وثلاثة وتنادي همه طيب حاضر طيب حاضر والله يعودون يقومونهم في روازهم ويثركونهم مرقود هذا ما يجوز هذا اعتبر اولا في عقوق ثاني في معصية لله سبحانه وتعالى ثاني في ترك الدين وهذا ما يجوز اذا كان يبقى الانسان يعطي العمر يتوفق في الدنيا وفي الاخره فاول ما هي الصلاة وطاعة الوالدي الله يجزاك خير يا ابو مشبب يبيض وجه وصل الله على حقيقة باقي معنا عشر دقائق ودي اخذ مشاركة عقلة من صالح الحمد ومن ابو صالح لا اول شي عندك انت الحين ابو مشبب انا بكر انا لا نبغى نتعلمنا بس انتعلمنا بالالعاب اللي كنت حبه وانت صغير ايش العاب اللي عندكم انت وكيد الزلفي متطوين شوية اه جدا جدا ايش الالعاب اللي كانت عندكم والله اللعب مع الغنم نمشي مع الصبح صباح العيد تمشي مع الغنم ما في عيد ولا في هالعاب ولا في شي هذا المختصر وكم ثوب عندك يا ابو عمصر عندي 15 ثوب ثوب مثل قال ابو مشبب واحد ثوب خام ذا اللي كان اللي لحزة عليه حطوناها تحت السجر الامريكان وزي ما قال عمنا منشق مننا منشق مننا الله اللي استهال اما الغترة زي ما قال ما عنديش مذور الغترة مرة ولا نعال اكرامكم الله ولا نسامعين الله وطلعتوا رجال وطلعتوا رجال على هذا الحياة الله ملك الله يبيض وجيهكم عبو صالح يا رب حيا انت في القصيم يا رجا لأكيد عندكم في القصيم ألعاب مطهورة طيب واش تبي مننا ايش كان عندك اللعبة المفضلة لك وانت صغير والله اللعبة شكلتنا ما بفان منه وبعين بعين يعني انتقابل اثنين هيو ونطلق عليهم واحد اللي قدامنا هذي اقبل اش من تعشى ايه هذي فرصتنا اما بالنهار لا والله مع الحلالة من الفجر والولد ما يتأخر عن الشيبان وبص الله خص هذي يا ولك اللي توخر يا ولك حتى ان بعضهم انه يتوظى بل خايف منه الله لا يبلانا ابوه يجي واستقل عصم الرأسة شفت يعني قدامه البانية بيشربه ومن الربشة وكل شي حصل عنده يعني تاخير ومشكل غربية شفت شقل زنا ما بفن تقابلون اسمين شابو صالح شقل زنا ما بفن شقل زنا ما بفن ايه منه بعين بعين ينا يقول هل المقابلين هذولاك شفت المقابلين ذولاك حوالي يمكن عشرة وحنا قبلهم عشرة ثم ينطلز اللي يقول بعين ينا ينطلز عليهم اللي مثل يمسكه اللي حبشه حبش هذي موته يموت خلاص ما عاد يرفعه ينهزب الله الله وانسان ريجي طرحه وقدم يصل المات هذا موته اما انه ما يطرحون هلا بالله هلا يفوزون لان هذولا فيها هذي يفوزون وهذولين هزبون يعني عبارة مثل هالكورة فريقين فريقين نعم وكم كان عندك ثوب والله كان عندي ثوب واحد نعم ايه انا فرحت كنت بتقول خمسة اربعة لا والله ثوب واحد وخيطه من ايدان الشويط الشويط هذا الشداد لا من يحصل عنده شيء ولا الوالده ما تكسر عنه الاغتر المذولك هذا يقصونه يحطون اغتيرة لنا الله لكن الحذاء اخفاف الابن اخفاف الابن تخفره هذا يطيح هذا مثل يعني قوي يحطوني شققونه وهذا لونا الوراء احيان ينقطع الشسع وحيان يصرح وحيان بدون حذاء والشوك الرجل تدهك وتمشي يعني الشوك ما يرد عليك سبحان الله طيب واشتبي بعد اقول بيض الله جيكم وزمانكم زماني جميع حياة حلوة وطفولتكم على ما فيها من قساوة العيش ولكنها كانت جميلة بانها اعدت لنا هذا الجيل الرائع جيل التوحيد وجيل العقيدة وجيل الدين وجيل الشيام وجيل القيم اسأل الله اني مد في حياتكم جميعا اني ودي انا لكن ما عاد معين لخمس دقائق ولا بقى نسخوي حلقة يوم من الايام وان شاء الله نستعين باحد المتاحف حلقة عن لبس الأولين ونلبس مثل الأولين وعن زيناتهم وعن ناخد صورة كبيرة ولا نزور أحد المتاحف ان شاء الله احنا وياكم وناخد صورة أوسعة حنا اعلننا امس اننا بنعرض مقاطع فيديو المسابقة اللي اعلننا عنها وجائزاتها خمسمائة نقطة للفائزة لحد المتسابقين عن تصميم وانتاج ومنتجة مقاطع البرنامج النشامة الظاهر الاخوان في الاعداد عدونا كم مقطع جاكم يا حسن كم مقطع عندكم طيب الحقيقة اللجنة الاعداد يختاروا يعني ما نقدرنا عرض المقاطع كلها لكن نختاروا منها أربع مقاطع نبغى نشوفها ونرشح منها مقطع بخمسمائة نقطة أنا وفريقي ذولا بنختارنا مقطع راقبوا الأربع مقاطع عندهم يا فريقي ذولا أنا وياكم بنختار مقطع ونرشح لها الفوز بخمسمائة نقطة وأيضا أبو سعود وفريقي ذولا بيختارون مقطع ويعطونا خمسمائة نقطة أعطونا الأول شيء المقاطع الأربعة وربعة المقطع الأول المقاطع الأربعة كما فانت ملال وفاول جود والقال عاشق عاشق وعلي عاشق فانت ملال وفاول جود والقال من هو للمقطع الأول طيب المغنع النسم رعيه برنامج النشامة يا حسن طيب الآن الآن إذن ورعتنا مقطعين أم مقطع واحد طيب المقطع الأول يا أخواني المتابعة اسمها نالة من عمان من دولة عمان الشغيطة أحفظوها الآن هذا الأول نالة من عمان طيب يا صباح الخير يا رضى السعودية قبلة الإسلام وارضى الحراميني قبلة الإسلام وارضى الحراميني دولة بالشارع والعاد لما اسمي الحمد لله ومنها يرجح بكل الموازيني ومنها يرجح بكل الموازيني شراتك هذا المقطع من نواف إلى حد الآن لنا ولا أبو سعود كل الفريقين المقطع عندي ما عجبتنا لا حد يزع علينا نبغى منتاج يمثل النشامة ككل عطنا المقطع الثالث يلا يا حسن الظاهر انكم ما افترتوا ولا الظاهر العري كتبوا مشبب افترت عليكم كثرتوا فيها هات المقطع الثالث الحلقة انتهت يلا طيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة تحية 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 لخلود الدوسري انا وفريقي نرشح مقطع الاخير لخلود الدوسري ونقول فالها الفوز وفالها التوفيق ان شاء الله ابو سعود وفريقة رش حمان خلود الدوسري ايضا شكرا اخت خلود والمقطع جميل وايضا قد اخدته ونزلته في حساباتي وفازت معنا خلود اليوم بألف نقطة لاني وعدناهم ان عندي فايز وعند ابو سعود فايز خمسمية خمسمية واتفقتنا ابو سعود على خلود خلود الان كسبت معنا الف نقطة تهديها للمتسابق شنار الدوسري استاهل شنار وشكرا يا خلود والله يبيض وجيهكم وهذه الف نقطة ايضا سجل عندك يا حسن عباس المطاليق بيضان وجيه اللي صرحوا من الصبح بالبهبهاني وتحرانا وجابونا الفطور وقهونا والله اني قلت عودوا ابغاكم وظنين راح يرقدونهم معذورين سيف والسباعي عطهم خمسمائة نقطة يستاهلون تركي السباعي تركي السباعي وسيف نعم يستاهلون يستاهلون بيض الله وجيههم اعطهم خمسمائة نقطة الحقيقة الحلقة انتهت والله اننا نيجي في الصبح نقول اولا ثلاث ساعات كيف تروحوا شوي من انا مخلصة والله العظيم الحمد لله نقول اسأل الله العظيم انه بيض وجيهكم وسأل الله ما قدمناه في هذا الوقف وفي هذه الصدقات وفي هذا الاحسان واللي دعايتنا وياكم الناس الباب خير ان الله لا يحرمي لو لنتوا لاجر ابشروا بالخير ترى كلكم يوم من تحدثون عن الوقف كل يوم كل من تصدق ترىكم شركان في اجره وكل من انفك ترىكم شركان في اجره وايضا من ياخذ مقاطعنا وينشرها ترى شريكم معنا في الاجر شكرا لكل من اتصل وتبرع شكرا لكل من ارسل وتبرع شكرا حتى للي ما ندري عنه وما ضره اذا ما عرفنا حنا فالله جل وعلا يعرفه والله جل وعلا يرى دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة السوداء فلا تخاف قدم وعند الله ما يضيع شيء ابشر بالخير هنيئلكم ايها المتصدقون هنيئلكم ايها المنفقون هنيئلكم ايها الباذلون يا من اذا دعيتوا الى الخير تسابقتوا واتيتوا سراعا وهذا توفيق من الله تعالى ابشروا بالخلف من الله وابشروا بالبركة وابشروا بالرزق وابشروا بالشفاء المرض وابشروا بسعة الصدر وابشروا بصلاح الذرية وابشروا ايضا يوم القيامة اليوم العظيم بان تأتون وانتم في ظلال وفي ظل من صدقاتكم الله لا يحلمني ولا تلاجر شكرا لكم يا ضيوفنا اللي يحضروا شكرا لضيوفنا الدائمين شكرا للمتابعين والمتابعات شكرا للمشاهدين والمشاهدات الله يبيض وجيهكم يجزاكم عنا كون الخير نتمنى ان يكون قدمنا ما يرضي الله تعالى اولا ثم ما يوافق سنة نبيه ثم ينال على استحسانكم وارضاكم فان كان فيه توفيق ولا كمان فهذا فضل الحي القيوم فان كان فيه قصور فنحن بشر نخطئ ونصيب نترككم في رعاية الله نستودعكم الله لذي ضي وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين